جلالة الملك عبد الله الثاني يطرح والية تشكيل الحكومة المقبلة عبر ورقته النقاشية الثانية الهيئة المستقلة للانتخاب توزع كل مستلزمات العملية الانتخابية على المحافظات وغرفة صناعة الاردن تتخذ اجراءات تصعيدية ضد قرار الحكومة دفع ضريبة المبيعات نشرة الاخبار المفصلة من قناة رؤية اهلا بكم ضمن رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني لمسيرة الاصلاح الشامل في الاردن في مختلف المجالات نشر جلالته الورقة النقاشية الثانية حول تشكيل الحكومة المقبلة والية اختيار رئيس الوزراء في مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية القادمة واشار جلالته خلالها انه ليس من الضروري ان يكون رئيس الوزراء القادم عضوا في مجلس النواب وانما سيتم تكليفه بالتشاور مع اتلاف الاغلبية من الكتل النيابية وفي حال لم يبرز اتلاف اغلبية واضح من الكتل النيابية فان عملية التكليف ستتم بتشاور مع جميع الكتل النيابية واكد جلالته على ان يقوم رئيس الوزراء المكلف بتشاور مع الكتل النيابية لتشكيل الحكومة البرلمانية الجديدة والاتفاق على برنامجها والتي ينبغي عليها الحصول على ثقة مجلس النواب والاستمرار ايضا بالمحافظة عليها وفيما يتعلق بمتطلبات التحول الديمقراطي الناجح قال جلالته ان الوصول الى نظام الحكومة البرلمانية الشامل يعتمد على ثلاثة متطلبات اساسية ترتكز على الخبرة المتراكمة والاداء الفاعل وهي احزاب وطنية فاعلة وقادرة على التعبير عن مصالح واولويات وهموم المجتمعات المحلية ضمن برامج وطنية قابلة للتطبيق وجهاز حكومي قادر على تطوير عمله على اسس من المهنية والحياد بعيدا عن تسييس العمل بهدف مساندة وارشاد وزراء الحكومات البرلمانية اضافة الى ضرورة تغيير الاعراف البرلمانية من خلال تطوير النظام الداخلي لمجلس النواب بما يعزز نهج الحكومة البرلمانية التقى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله نسور اليوم بمديري ومقدمي البرامج في الفضائيات المرخصة لدى هيئة الاعلام المرئي والمسموع وذلك في اطار تواصل الحكومة مع وسائل الاعلام بهدف التحاور حول مختلف القضايا والمستجدات على الساحة الوطنية وخلال اللقاء كذن سور ان الانتخابات النيابية المقبلة ستكون نزيهة بالمطلق مشيرا الى ان النزاهة في العملية الانتخابية ليست حصرا على الحكومة فهي من واجبات الناخب والمرشح وفي ذات الصياق قال انسور ان الهيئة المستقلة للانتخاب هي المسؤولة عن الادارة والاشراف على العملية الانتخابية في حين ان دور الحكومة هو دعم الهيئة للوصول الى الهدف المنشود في تسيير العملية الانتخابية قال الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بنهاني وفي تصريح لرؤية انه تم توزيع كافة متطلبات العملية الانتخابية على المحافظات وحفظها في اماكن امنة مضيفا ان ثمت بعض المستلزمات الحساسة لم يتم توزيعها بعد وكانت مصادر حكومية مطلعة صرحت في وقت سابق لرؤية بان الهيئة وزعت صناديق الاقتراع على جميع الدوائر الانتخابية في المحافظات وتم وضعها في مستودعات خاصة وتحت حراسة امنية مشددة للمحافظة عليها من العبث والصرقة مشيرة الى ان هذه الصناديق تختلف عن الاعوام الماضية وانها مقاومة للعبث والخراب واوضحت هذه المصادر ان اجهزة كشفي وفحص البطاقة الانتخابية ومقص البطاقة والاحبار التي تم توريدها من الخارج لهذه الغاية وزعت ايضا وفقت هيئة القضاء في محكمة جناية المفرق على اخلاء سبيل مرشحة للانتخابة النيابية عن قصبة المفرق واثنين من المتهمين في قضية شراء اصوات بكفالة عدلية قيمتها ثلاثة الاف دينار اردني لكل شخص في حين رفضت الهيئة القضائية تكفيل احد المتهمين وكان مدعي عمل مفرق اوقف امس المرشحة وثلاثة اشخاص اخرين لتحقيق معهم بشبهات متعلقة بالتأثير على ارادة الناخبين واستخدام المال السياسي وما يزال البحث جاريا عن شخص اخر متهم في القضية نفسها علمت رؤية من مصادر مطلعة ان وزارة التنمية السياسية ستقوم بحملة واسعة ابتداء من الغد من اجل تشجيع وتفعيل المشاركة في الانتخابة النيابية المقبلة وفي ذات الصياق تقوم مؤسسات مدنية ومجموعات شبابية بعقد ندوات ومناظرات انتخابية في اطار توعية الشباب باهمية المشاركة السياسية وبخاصة الانتخابات المقبلة اضافة الى تعريف الشباب بالقوائم العامة والمرشحين وخلق مساحة من الحوار وتبادل الاراء في هذا الاطار وشارك في هذه الندوات عدد من المرشحين على القوائم العامة والدوائر المحلية بغرض تفاعل مع الشباب وعرض البرامج الانتخابية عليهم كان التفاعل بيننا وبين القوائم الانتخابية ملتقى فكر الشباب اللي احنا عملناه اليوم هو حلقة وصل بيننا وبين القوائم الانتخابية عن شكل قرب لانه هو حوار مفتوح فالحوار المفتوح انا من الشباب الفاعل في مجتمعي وفي المنطقة اللي انا بعيش فيها فانا حاولت ااخذ اكبر قدر من الامكان هذا المشروع بنتمي كيف دور المرأة ودورها في المجتمع وكيف بيؤدي لتطور المجتمع من خلال دور المرأة لاننا احنا بنعرف ان نصف المجتمع مرأة واللي بيجيب النصف التاني هي المرأة فبكون الاساس البنية الاساسية هي المرأة فبنا نشوف هون الكتلة الانتخابية شو دور المرأة رح يعملوا فيه كيف القوانين والعقوبات اللي بتأدي قانون العمل في كتير متحدة المرأة الاردنية قانون العمل في كتير تحفظات على اتفاقية سيداو ونبقى في الشأن الانتخابي حيث بدأ العد التنازلي ليوم الاقتراع ليفتح ابواب التكهنات حول المرشحين الذين سيحضون بأصوات الناخبين والمقاعد النيابية المزيد حول هذه التوقعات في تقرير مرسلنا عبدالله كفوين انتخابات قادمة تلاقي اقبالا من وجهة نظر الحكومة وتلاقي مقاطعة من المعارضين الذين يؤكدون انها انتهت قبل ان تبدأ القائمة تطول بالمرشحين الى الانتخابات القادمة اذ وصل العدد الى 1528 طلب ترشح للدوائر الانتخابية المحلية و61 طلبا مقدما من مفوضي القوائم للترشح للدائرة الانتخابية العامة ولكننا شهدنا بعض الانسحابات للمرشحين اذ بلغ اجمال عدد المنسحبين من السباق الانتخابي 93 مرشحا المشهد في الانتخابات القادمة واضح في مناطق وضبابي في مناطق اخرى فلم نجد وجوها جديدة كثيرة في الدعايات المنتشرة في الشوارع والطرقات ويعتقد محللون ان المجلس القادم سيشهد عودة عدد من الوجوه القديمة في محافظة جرش مثلا يعتقد ان يصل وجها جديدا واحدا تحت القبة اضافة للنواب السابقين وفي محافظات الشمال شهدت هذه الانتخابات تحالفات عشائرية قوية واجتماعات وتكتلات واضحة لتقاسم المقاعد حتى قبل الانتخابات اما في محافظات الجنوب اتصف المشهد بالضبابية التي كان سببها القوائم الوطنية اذ غاب اقوى المرشحين بالعادة عن المقاعد المحلية لصالح قوائم الوطن وتبوأوا فيها مراكز متقدمة اما في العاصمة عمان فلزلت الدائرة الثالثة التي توصف بدائرة الحيتان تشهد منافسة قوية جدا والى اللحظة لا يمكن توقع الفائز فيها واستغياب لمرشحين ذوي ثقل مجتمعي وفي الدائرة الثانية ابرز ما تمت ملاحظته ورصده ان مقاعدها النيابي بات الاكثر كلفة على المرشحين دون ان يحضر جانب الاعلامي بالحصة الكبرى من حملاتهم ودائرة الرابعة والخامسة في العاصمة عمان باتتا دائرتي المال السياسي ويشكو عدد المواطنين بل وحتى المرشحين من انتشار هذه الظاهرة في هاتين الدائرتين الانتخابيتين دون ورود شكاوى مثبتة لدى الهيئة الزرقاء تشهد الدائرة الاولى ترشحا لذات الوجوه بلا تعديل او تغيير واللافت اننا شهدنا ورصدنا عودة عدد من مرشحين المجلس السابق فيما غاب احد المرشحين عن مقعد لطالما كان حكرا له منذ عودة الحياة البرلمانية للاردن في عام 1989 والدائرة الثانية في الزرقاء دائرة عشائرية بامتياز حسم فيها احد المقاعد لصالح احد المرشحين لغياب المنافسين واخيرا في محافظة البلقاء سنشهد حدثا خارجا عن المألوف وتحديدا في المقعدين المسيحيين بحسب رصدنا للحراك الانتخابي للمقعد المسيحي اما بقية مقاعد المحافظة لا تزال دائرة وحائرة بين المرشحين عبدالله الكفاوين لقناة رؤية لأول مرة رافقت كاميرا رؤية احدى العشائر التي جلت عن منطقتها بعد ان عقدت العزم على العودة اليها الا انه ورغم الوساطات التي تمت لهذا الغرض عادت تلك العشيرة ادراجها تجر اذيال الخيبة من جهة اخرى تواجه هذه العشيرة اضافة الى هجرانها لمسقط رأسها الحرمانة من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة حيث لن تتمكن من التصويت كونها مبعدة عن دائرتها الانتخابية وتتابعون الليلة في برنامج نبض البلد حلقة جديدة بعنوان الانتخابات البرلمانية 2013 اجراءات واستعدادات ضيف الحلقة حسين بنهاني الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب اعقد مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن اليوم اجتماعا طارئا لبحث قرار وزير المالية برفض تأجيل ضريبة المبيعات على مستوردات القطاع الصناعي خاصة المواد الاولية والتي تؤثر على القطاع بشكل كبير وتفقده السيولة النقدية المزيد من تفاصيل في تقرير الزميل رعد بن طريف ما تزال الاتصالات جارية في اروقة غرفة صناعة الاردن لتدارس الاجراءات التي سيتخذها حيال تراجع الحكومة عن قرار تأجيل دفع ضريبة المبيعات على مستوردات القطاع الصناعي من المواد الخام اعتبارا من بداية كانون الاول من العام الماضي فمنذ عشرات السنين كانت تجار يعملون وفق قرار يسمح لهم تأجيل استحقاق ضريبة المبيعات على المصانع والشركات الملتزمة بشروط الضريبة لمدة شهرين من الزمن بهدف تخفيف العبء عنها الا ان وزارة المالية تراجعت عن القرار وطالبت كافة المستوردين من التجار بدفع المستحقات على عجل ما اربك مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن الذي تداعى لعقد اجتماع طارئ لبحث حيثيات القرار وتأثيره على القطاع الصناعي في الاردن طبعا الصناعيين يعانوا من نقص وشح في السيولة في الظروف الحالية مما اثار حفيظتنا وتداعينا لاجتماع طارئ لمجلس الادارة اليوم وسوف يتم دعوة الهيئة العامة للصناعة في المملكة لمناقشة تداعيات هذه المشكلة وعليه سوف ينتج قرارات ان شاء الله تعالى تكون لمصلحة الصناعيين التي تصب في نهاية المطار في مصلحة البلد وزارة الصناعة والتجارة بدورها قالت ان الوزارة تقوم بواجبها في الاشراف والرقابة على القطاع الصناعي في الاردن وقد وردها شكاوى بخصوص هذا القرار وقامت برفعه لوزارة المالية صاحبة القرار فاحنا وردنا عدة مخاطبات من غرفة صناعة الاردن بخصوص قرارات صدرت بوقف موضوع تأجيل الاستفاء الضريبة وبالمقابل كدور طبيعي لوزارة صناعة والتجارة خاطبنا وزارة المالية للنظر في هذه الشكوى والموضوع هو قيد الدراسة لدى وزارة المالية والمتابعة أيضا مع وزارة المالية وزارة المالية بدورها أكدت على أن هذا القرار جاء نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به لأردن وليس لإلحاق الضرر بالقطاع الصناعي فتحصيل الضرائب سيساعد على رفض خزينة الدولة الخاوية بالمل من يستحق عليه دفع الضريبة المبيعات من الممكن تأجيل دفع هذه الضريبة له لمدة سنتين ماذا يعني بلغة وزارة المالية؟ هو تعطيل هذه الأموال لمدة سنتين إحنا لو في عنا أموال فائضة في وزارة المالية بدنا نشجع كل الناس أنه في هذا الاتجاه مع النمانع نهائيا بالعكس وقصد المشرع من هذا الموضوع التسهيل هذه الأرقام وصلت في يوم من الأيام إلى حوالي 180 مليون دينار فهل من المعقول أن وزارة المالية تروح تقترض من البنوك حتى تأمن نفقاتها وفي إلها 180 مليون بين إيدين الأخوان هناك؟ ما يزال المشهد ضبابيا حتى اللحظة ما ينذر بحدوث أزمة حقيقية بين الحكومة والقطاع الصناعي الذي من المرجح أن يصاعد من موقفه في الأيام القليلة القادمة بعد أن وصف القرار بالضربة القاصمة له حسب البيان الذي أصدره اليوم راعد بن طريف قناة رؤية العنوسة والطلاق شكلت طبقة جديدة في المجتمع الأردني وخاصة من النساء الفقيرات حيث تعتبر هذه الطبقة ظاهرة خطيرة هذا ما كشفه رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور جواد العناني خلال لقاء حول الوضع السكاني في الأردن وسياسات الفرصة السكانية حيث بيّن التقرير أن هناك ظاهرة جديدة في الأردن وهي ظهور طبقة جديدة من النساء الفقيرات خصوصا مع زيادة النساب العنوسة والطلاق وارتفاع معدل البطالة بين النساء محذرا من خطورة هذه الظاهرة وأكد على أهمية العلاقة بين السكان والتنمية وربط قضية تحاول الديمغرافي بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية موضحا أثر عدد السكان ومعدلات نموهم وخصائصهم السكانية والاقتصادية وتوزيعهم الجغرافي على جوانب التنمية بوجه عام وبين التقرير أن الفرصة السكانية التي يقع الأردن في نطاقها حاليا تظهر عندما يبدأ نمو الفئة السكانية في أعمار القوى البشرية بين 15 عاما و64 عاما بالتفوق بشكل كبير على نمو فئة المعالين ضمن الفئة العمرية أقل من 15 سنة وفوق سن 64 سنة والتي من المتوقع الوصول إلى ذروتها سنة 2030 وتبين أن تحقيق الفرصة السكانية واستثمار عوائدها بالشكل الصحيح سيقود الأردن إلى مرحلة انتعاشا وتطورا من خلال رفع حجم قوة العمل بما يساعد على تحريك العجلة التنموية حيث إنه خلال ذروة الفرصة السكانية من المتوقع أن ترتفع النسبة السكان في سن العمل لتبلغ 69% مقارنة بالنسبة الحالية البالغة قرابة 59% سيتم اعتبارا من الجمعة المقبلة حجب المواقع الإلكترونية التي لم تصوب أوضاعها وفقا للقانون المعدل لقانون المطبعات والنشر لسنة 2012 حيث تنتهي غدا المهلة القانونية بحسب تصريحات صحفية لمدير عام دائرة المطبعات والنشر فايز الشوابكة وأكد شوابكة على أن الحجب سيتم حال انتهاء المهلة القانونية للمواقع الإلكترونية التي فرض عليها تصويب أوضاعها من خلال ترخيصها حسب القانون الجديد وبذلك تصبح المواقع غير المرخصة معارضة للحجب ومن المقدرين يصل عدد المواقع الإلكترونية المرخصة حتى ظهر غد حوالي 80 موقع إلكترونية بالحد الأعلى من أصل 300 موقع تعمل حاليا وكشف مصدر المطلع أن نالية الحجب ستتم عبر مركز الاتصال الوطني بمشاركة الشركات المزودة لاستخدام الإنترنت وبقرار من مدير دائرة المطبعات والنشر وإلى الشأن العربي وفي العراق تحديدا فهذا مصدر أمني أن عبوة ناسفة انفجرت ظهر الأربعاء أثناء مرور موكب تشييع جنازة النائب عن القائمة العراقية عيفان العساوي الذي اختيل أمس الثلاثاء وبحسب المصدر فإن العبوة الناسفة كانت مزروعة على جانب طريق عمرية الفلوجة واستهدفت موكبات شيع جثمان العساوي مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص وفي سياق متصل قتل عشرات الأشخاص وجرح المئات اليوم في انفجار سيارة مفخخة أمام مكتب حزب كردي في مدينة كاركوك شمال البلاد من جهة أخرى استمرت المظاهرات في مختلف المدن العراقية والتي اندلعت منذ ثلاثة أسابيع احتجاجا على سياسة حكومة المالكي لتصل دروتها عبر الإعلان عن البدء في العصيان المدني بعد انقضاء مهلة العشرين يوما التي منحها للحكومة العراقية ذكرت مصادر فلسطينية أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي نشرت عدة عطاءة لبناء أكثر من 200 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية وتحديدا في مستوطنة أفرات جنوب بيت لحم ومستوطنة خارسينة شرقي مدينة الخليل وذلك بحسب ما أفدت به منظمة القدس الدنيوية المناهضة للاستيطان وتأتي هذه العطاءات قبيل أسبوع من إجراء الانتخابات التشريعية الإسرائيلية والتي يعتبر رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو لأوفر حظا للفوز بها حركة السلام الآن اليسارية نشرت تقريرا حول مشاريع البناء في المستوطنات أكدت فيه أن أعمال البناء في الكتل الاستيطانية والمستوطنات المنعزلة ازدادت حجما خلال العام الماضي فيما رحب مجلس المستوطنات بمضمون التقرير مشيرا إلى أمله في اتساع رقعة البناء في مستوطنات الضفة الغربية خلال السنوات المقبلة العشرات من الشبان الفلسطينيين تحدوا قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعة متأخرة من مساء أمس أثناء عودتهم إلى قرية باب شمس بدورها قامت قوات الاحتلال بمنعهم من الوصول إلى القرية إلا أن بعض الشبان نجحوا بالوصول للمخيم حيث قامت وحدات الجيش الإسرائيلي بقمعهم من خلال إطلاق الأعيرات المططية والقنابل المسيلة للدموع وملاحقتهم ولا تزال قوات الاحتلال تمنع وصول أي شخص للمنطقة وتعتبرها منطقة عسكرية مغلقة وكانت قرية باب الشمس أقيمت يوم الجمعة الماضي احتجاجا على قرار الحكومة الإسرائيلية البناء في المنطقة والتي هدمتها قوات الاحتلال قبل يومين يذكر أن مجلس الوزراء الفلسطيني قرر في جلسته التي عقدها مؤخرا استحداث هيئة محلية باسم قرية باب الشمس وكلف وزير الحكم المحلي بتعيين لجمة لإدارة مجلسها القروية ولكن نحن صامدون فاجئناهم اليوم واخترقنا صفوفهم ووصلنا إلى قرية باب الشمس ورفعنا العلم الفلسطيني عليها وإن أبعدونا سنعود ونعود ونعود حتى تتحرر باب الشمس وتتحرر كل أرضنا الفلسطينية إن شاء الله هم صح تطلعونا بعد إحنا ما ببنينا قريةنا اللي هي قرية باب شمس وخلونا صفينها كمان إحنا مشتتين لأنهم مطلعونا منها جايين نحكي لهم اليوم إن إحنا رح نرجع ورح نثبت سمودنا بهذه الأرض لأنه هاي حقنا وحق الشعب الفلسطيني هاي أرض فلسطيني وحق الشعب الفلسطيني أكد الأمين العام للأمم المتحدة بانكيمون ضرورة معالجة الأسباب التي تؤدي إلى انتشار الإرهاب في العالم جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن حول الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين نتيجة للعمال الإرهابية بانكيمون طلب الجهات الفاعلة الإنسانية والأمنية والسياسية الانخراط في حوار مفتوح لضمان أن تحول الجهود الرمية إلى منع عمال الإرهاب من إيصال المساعدات ذات الطبيعة الإنسانية للمدنيين في الوقت المناسب على صعيد المتصل طلبت الأمم المتحدة مجددا باتخاذ التدابير الضرورية لحماية الأطفال في سوريا حيث إن أكثر من عشرين طفلا قتلوا وأصيب آخرون خلال الأيام الأخيرة في القصف الجوي والهجمات العشوائية في المناطق المأهولة بالسكان وإلى سوريا حيث أفادت وسائل أعلام عالمية عن مقتل أكثر من عشرين شخصا وسقوط عشرات الجرحة بإدلب في انفجار سيارتين مفخختين تحملان كمية كبيرة من المتفجرات حيث وقع أحد الانفجارين عند حاجزا للجيش وفي رف دمشق شنت قوات الجيش السوري اليوم ووجوما ووصف بالأعنف على بلدة دارية في محاولة لاستعادتها بحسب شبكة شام كما تجددت الاشتباكات في محيط إدارة الدفاع الجوي في المليحة بينما وقع قتال في عقربة على طريق مطار دمشق الدولي وفقا لذات المصدر ماذا قال الرئيس الأمريكي أوباما بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي وأغرب حدث قطار في العاصمة السويدية تفاصيل أكثر في جولة سريعة حول العالم وصف الرئيس الأمريكي باراك أوباما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسياسي الجبان الذي يقود إسرائيل إلى العزلة واعتبر أوباما قيام إسرائيل بتوسعات استيطانية عقب اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين دولة مراقب غير عضو بأنها تسير في مسار تود نهايته إلى عزلة دولية تامة تحطمت مروحية إثر استضامها بأحد المباني قرب نهر التايمز وسط العاصمة البريطانية لندن وشهدات سحابة سوداء كبيرة تتصاعد من المنطقة بالقرب من محطة قطار ووترلو أثناء ساعة الذروة الصباحية ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا لقيا خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون في انهيار عقار سكاني بمنطقة المعمورة بالإسكندرية صباح اليوم وتواصل إدارة الحماية المدنية جهودها لإخراج العشرات من الضحايا من سكان العقار في ظل غياب قيادات المحافظة وعملياتها قال وزير الدفاع الفرنسي إن قوات الجيش المالي لم تسترجع مدينة كون الاستراتيجية وسط البلاد من الجماعات الإرهابية في حين كان ضابط في جيش مالي أعلن ذلك بداية الأسبوع حيث أكد الوزير الفرنسي أنهم تمكنوا من وقف الهجوم وتوزعت الجماعات المتشددة بين مدينتين قريبتين من كونة ولكنها لن تستعيدها شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم واحدا من أغرب حوادث القطارات في العالم حيث قامت فتاة بخطف أحدها واستضمت به في أحد المنازل حيث قادت القطار بسرعة وعندما حاولت إيقافه فجأة خرج عن القطبان وظل يسير على الأرض إلى أن استطم بأحد المنازل وتبين أن الفتاة التي أصيبت بجروح عاملة نظافة في محطة القطارات لأننا منكم وإليكم جالت كاميلا كاميرا رؤية بينكم وعادت بآخر خبر خبر يعنيكم أتوقع أنه الجو كثرة الأمراض فيه عشان الثلجة أجت وكلها مرضان العالم فيروس منتشر هيك أتوقع والله يخوفي عننا أخبار عن هي ملاحظة عن هالمرشحين اللي نازلين هي الملاحظة عن صرفهم لهالقارمات وهاللافتات اللي قاعدين بعلقوها صرفهم على الصور طيب هذه أموال حرام يعني حرام الصرف على الفاضي خبر عن الملخفة الجوية اللي قادم علينا هذا يوم الثنين القادم ما بنعلم هل هو صعي أم كذب بكرة الجامعة آخر يوم لها في يوم الانتخابات منخفة جوي وقطبي أحذر عزاء المواطنين يتخذوا الإجراءات العامة والدفاع المدني ويدير بالهم على وضاع العامة والله يكون نحن نشتغل بمية وخمسين ومتين الأردن هستم سليدي النوكل يعني يعني بعتوا راتب مية ومية وعشرين لير قصف قوي على دير أياه سعب الأخبار سمعته بس في البي بي سي بألفين وطلالتاشين بقد ينزلوا جرة الغاز ولا بس صادة يعني حكي أنه يسقطوا الناس بعشر للاحظة آخر خبر سمعته أنه المملكة العربية السعودية الشقيقة تقوم بدعم الانشقاء السوريين اللاجئين في المملكة الأردنية الهاشبية كانت اللحمة بخمسة صارت بثلاتة والله أنا بالنسبة دائما منشوفها الانتخابات بالنسبة للانتخابات بيجي كل سنة سنتين ولا ثلاثة ولا أربعة بقول لك بنا نغير النواب أنا شايف يعني بالنسبة لكل النواب فيش واحد بيعمل لصالح البلد كل واحد بيعمل لصالحه لمصالحه الشخصية والله حد فيه على سالفة الانتخابات من الانتخابات مش طرح الأصوات ولا صوات وجولة الآن على آخر أخبار مواقع التواصل الاجتماعي لليوم نبدأ من الفيديو الذي عرضته قناة رؤية أمس عبر حسابها الخاص على يوتيوب لفريق حكي جرايد الذين قدموا عرضا مسرحيا قصيرا أمام جلالة الملك عبدالله الثاني وعدد من الوزراء خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والتي توفر ما يقارب 18 ألف فرصة عمل الفيديو ورغم مرور يوم واحد فقط على نشره إلا أنه حقق قرابة 9 ألاف مشاهدة كما حضي أيضا بكم كبير من التعليقات التي انتدحت جرأة الفريق في الحديث عن مشاكل سوق العمل الأردني مريم شاهدت الفيديو وأعجبت به وكتبت قائلة والله معهم حق بكل كلمة العيب مش إنك تشتغل أي شغل توفر لأمة العيش العيب إنك تقعد بالبيت شوفير فرشة وبدك من يصرف عليك أسبوع واحد يفصلنا عن إجراءات الانتخابات النيابية لتشكيل المجلس النيابي السابع عشر في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية والجميع يلاحظ مدى الحراك على كافة المستويات فيما يتعلق بالانتخابات القادمة قائمة الحيتان إحدى القوائم الوهمية التي أطلقها عدد من الصحفيين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي والتي ترفع شعار أكلتونة القائمة بحسب الأعضاء فيها أقرب إلى الديمقراطية البرلمانية والحرية والعدالة الاجتماعية ودولة المواطنة والدولة المدنية عاهد الدرويش وجه سؤالا إلى الصفحة جاء فيه ما هو برنامجكم ضد الأموال المنهوبة وما موقفكم من الفاسدين ليأتي الردة من القائمين على صفحة قائمة الحيتان نحن مجموعة من الشباب الصحفيين هذه الأموال المنهوبة هي مقدرات الشعب ونحن من أفراد الشعب تداولة المواقع الإلكترونية عصر اليوم خبر تعرض رئيس لجنة أمانة عمان عبد الحليم الكلاني إلى الاعتداء من قبل مجموعة من المحتجين على قرار وقف إلغاء مصنع للباطن لكن أمانة عمانة الكبرى من خلال حسابها الخاص على تويتر قامت بالإجابة على سؤال للزميل عبير أبو طوق حول صحة الخبر قائلة لا صحة لما تنقلته بعض المواقع من حدوث مشهدة كلامية وتعرض رئيس لجنة أمانة عمان المهندس عبد الحليم الكلاني للاعتداء من قبل بعض المواطنين يمثلون أهالي منطقة وادي السير حضروا للمطالبة بإغلاق مصنع للباطن الجاهز وأضافوا في تغريدة أخرى المهندس الكيلاني التقاهم واستمع إلى مطالبهم المتمثلة بإغلاق مصنع للباطن الجاهز في نهاية النشرة عزائي هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عنوين جلالة الملك عبد الله الثاني يطرح وليتها تشكيل الحكومات المقبلة عبر ورقته النقاشية الثانية الهيئة المستقلة للانتخاب توزع كل مستلزمات العملية الانتخابية على المحافظات وغرفة صناعة الأردن تتخذ إجراءة تصعيدية ضد قرار الحكومة دفع ضاربة المبيعات نشكر لكم عزائي حسن المتابعة بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة شكرا إلى اللقاء